مشروع الورود الفاطمية الذي استمر العمل عليه لأشهر وقدم خدماته لعشرات المدارس في محافظة كربلاء ها هو اليوم يصل إلى مرحله النهائية ليقطف ثمارة بتنظيم احتفالية لتتويج الفتيات البالغات السن التكلف الشرعي إذ وضعت شعبة الخطابة الحسينية النسوية بالتعاون مع عدد من أقسام العتبة العباسية المقدسة اللمسات الأخيرة لهذه الفعالية لماذا الاستعدادات؟ لأننا نتحدث عن محفل نوعي وفريد هذه المرة نحن نتحدث عن آلاف الطالبات المكلفات ممن سيحضرنا إلى هذا المكان لنكون شهودا على سن تكليفهن وانتقالهن من مرحلة عمرية إلى أخرى عندما نقول آلاف نحن نسعى إلى أن نعيد لكربلاء ما لكربلاء من قداسة ومن طابع ديني وروحي في نفوس العراقيين الاختفال راح يكون عبارة عن مهرجان لمدة ثلاثة أيام مشروع الورود الفاطمية راح نستوعب به إن شاء الله باليوم الواحد ما يقارب ألف طالبة إن شاء الله راح تكون الفقرات تتناسب مع حجم هذا الحفل الحفل المركزي للاحتفاء بهذه الورود والغرس الفاطمية سيحصدنها مجمع الشيخ الكوليني وسيتوزع على مدى ثلاثة أيام لكثرة من اشترك فيه من الطالبات وسيضم منهاجه فقرات عديدة تليق بهذا الحدث الذي سيكون نقطة تحول إيجابية في حيات هؤلاء الفتيات ومن الرحاب الطاهرة للعتبة العباسية المقدسة اشتركوا في القناة